سريعا إلى قطاع البنوك معي على الهاتف الأستاذ زعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أستاذ زعاكف مساء الخير مساء الخير خير بي يعني حقيق أقدر منا على الشرح في بعض الأمور التي تتعلق بالقرارات التي خرجت من البنك المركزي ومن مجلس الوزراء ماذا يعني كلمة إعفاء القروض أو تأجيل أقصات القروض لمدة ستة أشهر طيب دائم دي بس يعني جزء من هزمة المبادرات اللي أخذها البنك المركزي طبعا والحكومة لدعم المواطن بذلك في الفترة الصعبة دي يعني كان فيه حاجات خرجات التغيب طهر السنة لدعم الصناعة ودعم الإسكان المتوسط وبنسبة لفرض المصانع اللي هي متعسرة وغيره فده جزء منها وبذلك جاءت أهمية المبادرة دي مع انتشار فيروس الكورونا فكان يعني أعتقد رأى البنك المركزي أن هو لازم يساعد المواطنين لأن فيه خطاعات كتيرة تأثرت طبعا زي خطاعات مثل زي سياحة وغيره مطاعم وغيره فبالتالي العاملين بهذه الخطاعات برضو تأثروا فبالتالي ده كان قد المبادرة أن هو يساعدهم أن ما يحصلش تعطر بنسبة لهم أو يبع عليهم ضغوط خلال الفترة دي فمعنى القرار أنه هو اللي عليه إصاد دلوقتي من ممكن أنه يتم تعليقها لمدة ست شهور أفراد وشركات يا فنجم؟ أه الأفراد وشركات أه نظبط لمدة ست شهور يعني أنا أقدر أقول خبر أن كل من له من عليه قرد لأي بنك مصري معفي من قصة هذا القرد دون فوائد أو غرامات؟ لا 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 هو مش معفي من الفائدة لمدة ست شهور معفي من سداده يعني؟ معفي من سداد أصل القرد بالنسبة للشركات الفائدة هتقدر تنزل عادي في معادها بس الأصل القرد لو فيه إصاد مش هتنزل بالنسبة للأفراد القرد بتاعه حيبقى ممكن يتمدل مدة ست شهور ما يدفعش إصاد والفائدة دي تتزوج تتعلق تزوج بها مبلغ القرد وبالتالي مثلا بدل ما كان هيدفع على مدة مثلا ثلاثين شهر طبعا هزايا أنا عيد السياغة تاني إذن كل فرد أو شركة عندها فترة سماح ستة أشهر لكن الفائدة قائمة آه الفائدة قائمة بس ما فيهش فايدة أو غرامات تأخير هي دي اللي هي لا يبقى فيه فايدة بس ما فيهش غرامات تأخير بالزبط كذا طيب شفت إزاي حالتك الثلاثة في المية اللي البنك المركزي تاخذ قرار بشأنها في موضوع الوداء برضو ده جزء من حزمة المساعدات اللي بتعملها البنك المركزي للأقتصاد اللي هتساعد الشركات برضو نهي تتحمل برضو الفترة الصعبة دي برضو نشجع الشركات على الاستثمار للفايدة نذرت ممكن نشجع الناس على الاختراض على استهلاكها برضو نشط الاقتصاد فهي مفيدة جدا لتنشيط الاقتصاد يعني عظيم حضرتك هل الكريدت كارد كارت الاقتمان يدخل ضمن الإعفاء؟ آه برضو آه برضو كل التسهيلات ده يعني زميلي في البرنامج بيوجهوا لك التحية لأنه كان الموضوع ده ملتبس عليه هل الكريدت كارد تاني كل من عليه دين لكارت الاقتمان موظف وعليه عشر تلاف جنيه هيعفى ست شهور من سداد الاقصاد لكن الفوايد هتشتغل زي ما هي؟ آه مضبوط يا فاند مضبوط تمام بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس زارة بنك مصر إذن ترجمة نانسي قنقر